بحث وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة مع سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومن دوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية السفير محمد إلياس محمد أوجه التعاون المشترك وقت ذلك في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف وقد أشهد السفير السوداني محمد إلياس بجهود ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير ومكافحة التطرف والعمل على نشر الثقافة الإسلامية الوسطية وتجديد الخطاب الدني من خلال إصدارات ومطبوعات الوزارة والنشاط الدعوي الذي تقوم به